كلاعي بشنوك تتوقع المسار دي المنتخب المغربي في كأس إفريقيا؟ أشوف التدورة الإفريقية يعني مش هي كأس العالم كأس إفريقيا كتكون يعني ما نقولش يعني صعيبة يعني المستودي يعني ما كانت نطرش من الجانب التقني أو التدبيري أنا كانت نطرح الجوانب أخرى ما كتكون سهلة والمنتخب الوطني المغربي اليوم كيضم عدد كبير من اللاعبي اللي كيلاعبوا في أندية كبيرة أوروبية وحقه كيف قلت إحنا ما زال بقين عايشين على ديك الملحمة دي الخطار ولكن كيضر لي اليوم المتخب الوطني المغربي بقيادة وريد الرقراقي كيستعدوا بما يفيل كافية بوحد سيدادات خاصة في الدين ديالهم هو الفوز بدلقاب وحنا كم يعني كمتتبعين أو كرياضيين أو كمواطنين مغاربة أو كعلميين غير اللي كين مخصناش شوية يعني فاد الفترة هذين نضغطوا تماما ما ندخلوش اللاعبين في ضغوطات اللي ما يقدروا ش يخرجوا مننا نخلو الأمور تم غادي يعني بسلاسة نفوزو زبا ندوزو دا الدور الأول ومبعد نخدو يعني ذيك الإخصائيات المباشرة مبارة مبارحة نوصلوا إن شاء الله لملال على الأقل مربع الذهبي اللي غادي يقدر ذيك الساعات تعطينا بززاب دا حواج اللي نبدون نقدرون يعني تخلينا نبدون نهضروا بيرتياح كيفاش للمنتخى الوطني المغربي يفوز باللقاب إن شاء الله بحوله اشتركوا في القناة